السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزاي طلبات الطريبات الصف الأول الإعدادي موعد النهاردة إن شاء الله تعالى محل ملحق كتاب جيم ماشين ترات عشرين نبدأ بسم الله بيج 110 نمبر نمبر ثري read the following the answer the question I am حسان my family lives in Alexandria but my dad doesn't work in Egypt يعني أنا أعيش مع عائلتي في الأسكندرية لكن والدي لا يعمل في إيجبت مصر he works in England هو يعمل في إنجلترا he goes to the airport on Sunday evening طبعا هو يذهب إلى المطار في مسائح ومسيات الأحد and he catches the plane ليلحق الطائرة وإنجلندي للقائلة لإنجلترا he will come home سيعود next month الشهر القادم on Saturday يعني يوم السبت I don't go to school and my brother doesn't doesn't go to school as well يعني أنا لا أذهب للمدرسة وأخي لا يذهب للمدرسة أيضا we play chess or go to the park نلعب طبعا شطرانج ونذهب إلى الحديقة ونذهب إلى الحديقة ونذهب إلى الصباح الأحد we go swimming نذهب إلى السباحة my sister is three أن أختي عمرها ثلاث سنوات and she doesn't swim وهي لا تحب السباحة she watches us هي تشاهدنا I hope أو تراقبنا I hope to travel to England when I grow up to complete my study there يعني أنا أتمنى أن أسافر إلى إنجلترا لكي أكمل دراستي هناك my father encourages me to do that والدي يشكعني للقيام بذلك عندي answer the following questions give a suitable title for the passage يعني يعطي عنوان مناسبا للقطع طبعا ممكن نقول Hassan's family يعني عائلة Hassan number two where does Hassan's father work يعني أين يعمل والد Hassan he works in England هو يعمل في إنجلترا من القطع طبعا هو بيقول لك but my dad doesn't work in Egypt he works in England number three why do you think Hassan's father encourages him to travel to England ليه ماذا تعتقد نوالد حسان بيشكع الصفر إلى طبعا إنجلترا هو طبعا هنا بيقول له complete to complete my study there يعني أنه عايز يكمل دراسته هناك يبقى to complete his studies there لكي يكمل دراسته هناك number three choose the correct answer from ABC or D number one the underlying pronoun she prefers to يعني الضمير اللي تحته خط بيشري لحسان's sister يعني أخت حسن من القطع طبعا لعندي الضمير she اللي هي طبعا my sister three and she doesn't swim يعني هي طبعا لا تحب السباحة والضمير طبعا she بيعود على أمين حسان's sister number five the underlying word complete means space يعني عندي كلمة complete اللي هي طبعا بإنه هو بيكمل يعني عشان ينهي means بتاعني طبعا finish إنه هو بينهي يعني بيكمل يعني بينهي حاجة بكملها يعني بينهيها عندي number six when do they go to the park اللي هما طبعا ذهبوا للحديقة أو sorry متى ذهبوا للحديقة وطبعا في أيام السبت on saturday number four two the correct answer from ABC number one your aunt and uncle the child يعني طفل أو ابن عمتك أو ابن عمك بيكون لك طبعا your cousins يعني ابن عمك أو ابن عمتك إبنك cousin uncle عم aunt عم son number two on saturday يعني في يوم السبت I don't go to school and my father doesn't work يعني هو براشر مدرسة ووالده لا يعمل في يوم السبت يبعني on sunday I don't go to school and my father doesn't work at break في الفصحة I play games with my friends in the space يعني في الفصحة وفي الاستراحة أنا بلعب طبعا العاب with my friends من العب مع أصدقائي طبعا في ال playground لهو طبعا الملعب بالجرس classroom فصل library أو library يلي مكتبها في كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وأتمنى يا رب الفيديو يكون أعجب حضراتكم إلى لقاء فيديو آخر بإذن الله تعالى مع تمنياتي بدوم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر